إصرار على النجاح بحجم التحديات مبدأ ترسخ في نفسية الطفل الحارث برغم وجع الحرب ومآسيها على الطفولة فثمت قذيفة حوثية بترت يداه اليمنى وجعلته في عداد المعاقن جسديا لكنها لم تعق طموحه وأحلامه التي يروض يده الشمالية لانتزاعها من بين فكي سارقيها وقاتلي الطفولة يمضي الزمن بأسرة الجريح الحارث وتبقى جراحاته غائرة في نفوسهم فذلك الصغير لا يدري لماذا بترت الميليشيات يداه ووالده هو الآخر لا زال يتذكر المكان والزمان وبصورة مؤلمة وما أقصاها من ذكريات بحاجة إلى طرف صناعي كونه لديه كتابة يقد صعوبة في كتاب يده الجسرى عنده صعوبة في الأكل في تسيير أموره الحياتية نطالب الجهات المختصة المنظمات الإنسانية منظمات الطفولة بأمس الحاجة إلى طرف صناعي متحرك إلى تأهيل إلى أي شيء من هذا القبيل أو رعاية كونه من جرح الحرب ولا يوجد أي اهتمام أو رعاية كل ما يأمله والد الحارث ويسعى إليه هو ترميم جرح ما خلفته الحرب بحق طفله الحصول على طرف صناعي منظمات إنسانية أو مختصة بالطفولة وحكومة شرعية أو فاعل خير لا يهمه من يبادر بقدر زرع البسمة على وجه طفله الحزين في منزل صارت الأسرة نازحة فيه ويليهول مواجع الزمن وتقلوباته